صباح الفل يا إبراهيم صباح الخير تسلم إيديك يا ستة العرايس ليش يا نيسة هدى أصل أنا دايما نقول له نور أختي يا ستة العرايس وأنتي بتفكريني بيها طب قول لي نفسك بقى أهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا وهو عوضك بي ربنا خليكي والله أنت إيه ربنا عوضنا أنا بس مش عارف هي عاملة إيه دلوقت أهو أنت مبتكلمهاش لي يا إبراهيم أكلمها إزاي؟ هنفعش سليم بيه ومنع التلفونات والحاجات ده هستكون مترقبا طب إيه رأيك أكلمها لك أنا؟ بتتكلميها؟ أه أكلمها كأني واحدة صاحبتها لا لا ما أكلم استنى بس منها أنت تتطمن عليها وهم كمان يتطمنوا عليك أيوة بس لازم أخد رأي سليم بيه الأول تاخد رأيه في إيه بس؟ أي استخد رأي في إيه براهيم صباح الخير يا هده صباح النور صباح الخير يا عربي صباح الخير يا فنها صباح الخير صباح النور ده أنت برأيبني بقى؟ ده أنا لسه دخل حيلة والله أنت قادرة مني بحكاية المرأبات دي يا فريدة المرأبات إيه؟ حكاية النمر اللي أنت إديتها لأحمد يا رأيبها لك هيا سليم إيه رأيك؟ ماشي تكلموها بس لازم تخلي بالكم ما تقلعش أنا هكلمها على إني واحدة صاحبتها يا هده أنا مش خاف منك إنت أنا خاف منها هيا لما ترد عليك وتلاقي واحدة غريبة ممكن تتخضوا وتجيب اسمه نروح في ستين دهي يعني هما في المراقبة يا بيبي بقوا مركزين قوي كده مع كل التلفونات آه يا إبراهيم مركزين طبعا تفرحتيني أنت كنت لسه موافق يا سيدي ولسه موافق بس لازم نعمل حسابنا كده ونعمل زي ما عملنا معهودة سيطرة إديها أي أمارة من بعيد بس ما تجيبيش سرط خارس صح يا سليم فكر بقى يا إبراهيم بالراحة كده فأمر بناك وبينها موقف حصل ومحدش يعرفوا غيركم أنا فاكر لما البيت نورة كتسواركت مرة وقعت وتعورت تعويرة كبيرة هنا في حاجبها وكانوا كلهم بيقولوا البيت تشوهت البيت تشوهت لكن أنا قلت لها ما تخافيش يا نورة وأنا أخيطها لك يا حبيبتي وروحت مخيطها لها والحمد لله ولم يكن شيء في حاجبها خفت خالص حتى أنا وأنا بهزر معها بعد كده بقى قولها يا بيت دا للولاية كان زمانك تشوهتي ولا جالك عرسان وكنت قاعدت في قرابيزنة برافو عليك يا إبراهيم أهديئة أمارة حلوة جداً صح يا سليم برافو عليك يا إبراهيمي وبتع ايه هتفهم كده يا إبراهيم يعني أيوة يا بيه يا عب عليك ده نورة أختي دي زكية جداً الكفاءة إنها أخطأ أنا المشكلة إنها أخطأك رب نصر الدمال متطلعش زي الدمال يا بيه دا أنا يعني إنت ما بتشكك في قدراتي ولا يا سليم بيه؟ خلاص بقى يا سليم ما تخافش أطلبها؟ من فضلي كفاية ما فيش دعا من كلام لي هيقدم ولا هياخر أحمد تشاف على السيستين لما سألته قال لي إن انت اللي طلبت منه كده سؤالي واضح انت قلت ليه يعمل كده؟ أحمد مبزم لي يا يسر أحمد كان بيينفذ أوامري وأنا طلبت منه كده علشان موبايل واحدة صاحبتي كانت سرق منها قلاشتك ديب يا فريدة أنا بنفسي كشفت عن نمرتك وعرفت إن دي نمرت الولد اللي لبيه خطيبك قتله اللي إنت اللي أفضني بسه سليم بريئة يا يسر وأنا عملت كده علشان أساعده أزبط برده اخسار يا فريدة قمت فاكرك أسجل من كده انت مش بس هيوقفلك حياتك ويضيعلك كل حاجة ياسر بتعرفت في المواقف اللي إزاي دي أنا لازم أبلغ النيابة بس طبعاً ومش عامل كده عشان المكان اللي يكلف قلبي أم أحمد أنا أكتف إن أنا هجازي جزء كبير بالنسبة لك أنت بقى استقالتك تكون على مكتب النهاردة ما بتردش هي إيه؟ ما بتردش على أرقام غريبة ولا إيه؟ لا لا هترد بس هي بس بتستنى لو عادت تلح عليها هترد خلاص بها إبراهيم هي شكلها كده مش سلكة لا بها بترد يا بها أنا بنبه عليها ومتردش بس بس تسلي بس معلش يا سليم مرة كده أشياء تسلي بس تسلي بس عشان خطر بس أول ما تقولي لها بس هتعودي في أرابيزنا هتعنزي بس أقولي لها كده نورة يا نورة أيوة أيوة كنت بصلي في إيه؟ تعالي شوف اللي عمال يزيني ده من الصبح مش مبطر رن ألو ألو أيوة يا نورة إزايك؟ مين معاي؟ معقولي يا بنتي مش عارفوا صوتي؟ أنا دعاء دعاء؟ دعاء مين؟ دعاء عبد المحسن؟ دعاء عبد المحسن؟ مستيني ولا إيه؟ أنا كنت سكنة جنبك وزماني دعاء عبد المحسن مين؟ مش فاكرة لما وقعت زمان على حجبك وتفتح وأخوك اللي خيطهولك؟ ها فتكرتيني ولا لسه؟ آه آه فتكرت بصي كده في المراية واعرفي إنه لولا الرجل ده ما كانش حد هيبص في خلقتك أيوة صحة تسلم إيده يا رب ربنا يفك كاربك أنتو عاملين إيه؟ عاملة إيه دعاء وحشتيني؟ وإنتي كمان والله أنا كنت لسه في سيرتك أنا وبابا فقلنا نتصل ونتطمن عليكي إحنا الحمد لله كويسين مهم أنتو عاملين إيه؟ استني بقى هديكي بابا هو عايز يسلم عليكي ألو؟ ألو؟ إزاك يا نور؟ إزاك أنت؟ أنا الحمد لله يا حمدتي الحمد لله الحمد لله كويس ألو؟ تؤمنين على سميحة والبنات؟ الحمد لله كلنا كويسين الحمد لله بقولك خد سميحة عايزيك هاي هاي وسميحة هاي وسميحة هاي وسميحة عاملة إيه؟ إن شاء الله تسلمنا إنت عاملة تؤمنين عليك الحمد لله الحمد لله سميحة الحمد لله ترجمة نانسي قنقر 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 ايوا يا سميحة بقى اتمن عليكم كده يعني كل شوية مش على طول اهم حاجة بقى ذاكرة للبنات قبل المنتحاناتة سميحة ها؟ بصي لي جبالين ما استغربك ما استغربني فيه ان شاء الله انت لي خايف تبان طيب وحنين زي بقيت البني قدمين على فكرة ليش عايب ان انت تبقى ظابط وتبقى بتحب وبتحس بالناس اللي بيحبوك طلبت مني طلب وانا وافيت خلصنا بقى خلص لا ما خلصناش ليه اسلي ما بتفكرش تعمل زي إبراهيم اعمل ايه يعني تتسل بأهلك تسمع صوتهم وتطمنهم عليك ما ينفعش ليه يا سليم ما ينفعش هما مش وحشينك بلاش يا سيدي وحشينك انت اكيد وحشهم وهيموتوا من القلق عليك ونفسهم يتطمنهم بس انت وحشيني اكيد واكيد انا وحشهم بس الموضوع عندنا ما اتخدش بالعواطف كده ليه بقى مالها العواطف كفر وبعدين ما انت وافقت على مكالمة إبراهيم انا وفقت عشين توعمليت الزنه علي وعشان أبراهيم كان صعبا عليك كمان لا يا حضرت الزابط ما يتهقلش ان انت من الشخصيات اللي بتيجي بالزن هدى الموضوع عندنا مختلف تماما بس كان أبراهيم تليفنا مترايب اكيد الموضوع عندنا اكتر بكتير اكيد انت صح بس انا هعمل زي ما عملت مع ابراهيم بالزبط هكلمهم وقلهم على أمارة بينك وبينك اكيد في حاجة ما ينفعش يا هدى احنا عيلة جمدة وناخدوا الامور بجد شوي ده ما ينفعش بادي الجديد ليه يعني وانت عملت ايه عشان كل ده يا بنت انت مش فهمة الموضوع ده فيه سلاح ميري وحروب مسجون بعدين يعني الحمد لله اني صراح بي قلب وحن علي وانا غير كده كان زماني مرمي في البيت حقك علينا يا حسين بس والله هو العظيم سليل ما كانش قصته لا يا بنت تفهمتيني غلط بعدين ما تقليش ده ما ظابط واخد حشي حططي وعجيبك كمان ايه بس مش لضربة الودة الجديدة يعني دي بعيدة قوي اهي بعيدة بس يعني قولي دي اللي بس علج قوي جدا عشان ممتك ما كانش يعني لازم تسافر وتسابة واي عيانة كده ممتك بس اه عشان ممتك بعدين ما تبصلش كده عشان ان الله العظيم انت عارف لا لا خلاص خلاص الطيب أحسن يعني بموت فيكم انت عزباجة كده ممتك انا قدمت الاوراق بتاعتهمي بتاعت المستشفى واجبني لي لصافر مدت اسبوعين لحد اممي تعمل العمليات بكويسة ما لا يخليك كده لينا؟ لينا ده اللي همي لينا وهو اسم النابي حرص وصين وجاي اشتكيلك انت؟ ليه؟ هو اللي باب النت ده؟ شغلته هو او شغلتك؟ حاجة يا الكسة مش في كده واصل الوقت احسس ان المجود العامل في فتر اللي فاتت ده كله راحة وانت احنا مالنا هو احنا اللي حطينا له فيديوهات بتمجد في السيزيفت ده؟ ولا المشكلة في خبت وخبت اللي باعها؟ اللي بدل ما يسخنه الناس ضده سابه غيره يجمعوله مشجعيزة براكورة اه حاجة بس ما احنا كده بردك الحوار ده يلطنا يعني الناس لما يصدقوا بقى ان هو شهم ومزينجر كده تتفتح علينا طاقة جهنم لاب طاقة جهنم دي نفتحها معانا إحنا احنا بس الناس يقدر نفتحها يعني ايه مش فاق؟ يعني احنا اللي معنا الكونا الكارت اللي نرمي في اي وقت يقش اللي هو ايه ده يا حاج؟ سنات تاني حاج؟ هيوة تاني وتالت مش دمو زياد من بكرة بتاخد الوكدة وتروحوا لها الصباح وانا اعرفكم وتخليها تقول ايه حاضر حق الله يطمن قلبك أنيسة هودا والله الأنيسة هودا دي بنت حلال كويسة هودا اللي أقول لي يا سليم باي الخبار فريدة هنم إيه مش ما يعني هنكتسر مش لا هنكتسر شاعت ما أروح تأخر مرة ما الحقناش نتكلم يعني كويس يا براي كويس الحمد الله يعني تطمنت عليها يعني فيها بري مع المس فيش حاجة بينا بس بتطمن يعني خير يا أنسة هودا في حاجة؟ بص بقى أنا فكرت في اللي إحنا تكلمنا فيه وشايف اللي إنت بتقوله دا كلام فارغ اهد بالله يا أنسة هودا دا برضو راجل زابط سليم أنت هتكلم أهلك ودلوقتي حاليا يعني هكلمه بالعافية يعني لا يا سليم مش بالعافية يا سيدي لو هم مش وحشينك ومش عايز تطمن عليهم هم أكيد هيموتوا من القلق عليك ونفسهم يسمعوا صوتك ولو على مراقبة التليفون أنا عندي حل بخير يا سمسان وهكون جاي تقدم تظلم ولا حاجة على فكرة دا مش تخصصي لا بالعكس يا فندم أنا جاي واشكر ساعتك طيب الله كويس كويس إنك أدركت أخيرا إن اللي أنا عملته فيك استحقت الشكر بصراح يا فندم أنا كنت متوقع حاجة أكبر من كده بكتير بصراحية أنا عاوز أفهم ليه؟ وايه اللي ليه؟ ما مش عاجبك للجزة أشوف لك جزة تانية يا جبك لا يكفي لحد كده يا فندم بصراحية أنا عاوز أعرف عارق عملت معي كده ليه؟ لأنك ما تستحقش جزة أكتر من كده ولأنه كمان سلعحك ورجع مش مهم رجع إزاي سليم رجع أولك أنت رجعته مهم إنه رجع وخلاص في حاجة كمان أنا متأكد إنك ما هربتش سليم بمزاجك طب أبني أنا سعبتك متأكد إيه لازمته الجزة من أساسه؟ لأنه هرب بسببك ولما كنتش صاحبه وزميله ما كانش حيلاقي فرصة واحدة لأنه نفكر إنه يهرب والجزة ده عشان تتعلم هتعلم إيه؟ تتعلم إن المتهم متهم حتى لو كان أبنك فاعتبرني تعلمت أفأنا بس أسر حريك سؤال مفضل حريك لسي شاي في الإسليم الأنصاري مجرم؟ تبقى لسه ما تعلمتش أي حاجة أحسان بص أعاوز أقولك على حاجة حكاية الإسليم الأنصاري مظلوم أو مدان لي مش تخصصي أنا تخصصي أجيبه وأسلمه حكاية مدان أو مظلوم دي بي تخصصات المحكمة بقى حاجة متخص إنه شكل يلا تخد بالك من نفسك على فكرة فيه زابط حبيبي ودفعتي وصديقي في الواد الجديد وعصيته عليك هو أتأثر بقى أبدي حاضر فضل فضل وهي أصلي إيه المناحة اللي إنتوا عاملينها إنتوا الاتنين دي وإنت يا فريدة حط إيدك على خدك يا أختي سبت الشغل طب وإي يعني ده إنت شطرة بكرة تلاقي شغل أحسن منه بكتير بقى أي شركة بقى هتيجي تسأل أنا مشت من شغري القديم ليه؟ سايتها بقى ياسر هيقول إيه؟ ياسر هيسكت خالص ومش هينطق ولا كلمة وإلا ما كانتش خلاك يتمشي وإنت استهان مالك مساعدة ما رجعت كده من المشوار وإنت ضربة لي بوز هي طلع لنا إيه حسام ده كمان مش الرجل محترم موقف جنبنا في زنقتنا وبعدين كل اللي حصلوا دليل وهو بسببنا ياسراء شفت إيه شفت إيه وهو كمان معجب بيك وأنا كمان عارفة طب طالما عارفين مستغربين ليه جماعة؟ لأ أنا مش مستغربة إيه فريدة مالك عاملة زي صادة الصوتي كده ليه؟ لأ مش مستغربة؟ أيوة لأ ها متضايقة متضايقة؟ تو متضايقين أنا كمان؟ وهو راح فين يعني؟ اتنقل للحبشة؟ حينطلت كل شوية في الأجازات بعدين هما نملوها عشان يربوه اتفضل يا ستي دلوقتي بقى طالعا مش متربو ما شايف يا بتو عميلها؟ إيه بنتي إيه يا عاي؟ مع أخي يامة نقل هنا وهنا آه بس ده سليم برضو يعني خلاص خلاص، سيبونا بقى من أخباري اللي يدعمي دي وخلونا نتكلم في حاجة تفرح وإيه بقى الحاجة اللي تفرحتي؟ الفيديوهات اللي نصفت أخوكي شوية والخيط اللي جابتوله فريدة عشان يمشي وراء وحسام اللي بقت قيدة في أدينا والله يا ابناتنا حسنا نفرجه وريب وريب قوي يا رب هيا بقى اتطمنت خد بقى اكتب لي الرقم امسك بس بقى يا فريد افكيها شوي مكرمتش عملتلي ايش ولا انا حلو اعطو وحتقل لدي الافنين يا ستر هلو 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 ايوا يا فندم انا سلوى من شركة اينت الموباليا كان اخو حضرتك عملنا تحويل بانكي بخصوص الموباليا اللي حضرتك اخترتيها ومحدش جيستلمها ايوا مظبوط ثانية واحدة هحول حضرتك بزميلي في قسمة تسليمات بسال خير ماما دا سليم هلو احنا بس كنا عايزين نتأكد عشان الوردر اللي كنت عاملينه محدش جيستلم اعايز بس طب ان كل حاجة مصبوطة لا لا احنا كلنا كويسين الحمد الله بس حصل لنا شوية مشاكل كده طب الحمد الله طب بالنسبة لحضرتك الوردر هنعمل في ايه؟ بوش انا هديك مامتي هاي هتضبط معاك كل حاجة ما تقولي شي اسمان شي اسمان هلو هلو ايوا يا ابني ازايك؟ انا تمام هم حضرتك عامل ايه؟ احنا بخير والله بخير ماشي فاني هنتصل بحضرتك تاني ونشوف معاك مناسب نعم السلامة محمدك ونذكر فضلك يا رب شفت بقى سهلة ازاي؟ ما تصعبش الدنيا على نفسك اكتر مهي صعبة موسيقى انت بس حابل الفجر عشان احضر لي الفطار قال ايه صحي محضر لي الفطار كان بيبوس ايدي وراسل عمري ما طلبت منه حاجة ونسها يمكن ينسى الدواء بتاعه يمكن ينسى اجيب لي نفسه هدمه ان عمري ما نسى اجيب لي حاجة كان دايما يقول لي ما تتخليش محد يا ماما الناس غلابة جواهم غلابة قوي اماما كان يلم الزبالة ويرميها من غير مطلق منه كان بيونسلي كان يعد يحكيلي عن يومه وأنا حكيلي طولي اليوم حتى لو حاجات هو مش مهتم بيها كان يسمى ويسأل لكنه مهتم وانا عدر لي ده ابني زياد الي قتلوا سليم الانصاري الي انتم طلعينه بطل في كل الفيديو فقط لو كانش سليم الانصاري هو الي قتله يبقى هتولي الي قتل ابني تم زياد فرعبتك وكلكم وفرعبتك وهجيب حقه وهجيبه أقي ممكن عارف بقى دلوقتي انت بتعاتي ليه؟ مين بقى اللي هوينكد دلوقتي؟ ده بدل ما تفرح انهو طمنا عليه؟ الحمد لله بس أنا معيات من فرحتي لنا ساعد صوته والله فيتي علي من ساعد ما غاب عننا يا سامة خلص بقى كفى يا عياد خلينا نتبسط بالله حصل ده فيها يا فريدة ما تخليكي معانا كده هي مين البنت اللي خالها تكلمكو دي أكيد يعني واحدة من المكان اللي وقعت فيه ممكن تكون بنت الرجل إيه والحق يعني يصك فيها إمتى ويعرفها منين أصل عشان خالها تعمل مكالمة زي دي تخذتك يا فريدة انتو بتتحكوا علينا انا قيمة مشي خلص يا فريدة والله خلص اليوم ده يا ربي لسه برضو ناوي تمشي في سكتك دي يا زانتي فعمل ليه يا أنا صفاء موما سام ليه سكتاني يمشي فيها أنا خلاص هنفذ الصبح وهبع طاعة عرق وسيحت دمي استغفى الله العظيم يا رب أخي صعبان على الموزيع دي أولا بلا كرامي ساكت ليه كده مفيش يا تامر بس في موضوع شغلني كده طيب عم ربنا رايح بالك بس بقولك إيه احنا بعنا فيديو ده ده غي بدوني وأعتقد يعني أنا عملت اللي علي اللي جاي بقى عليك أنت والله يا تامر هو ده اللي شغلني الجميلة هي اللي كان بترفع الفيديو على الإنترنت يعني بتعملهم تشهر أنا بس بصور بديها الويديو يا دي مين جميلة دي؟ مش بقولك أنا انت اختبط الحتة بتاعتك ها؟ لا يا تامر جميلة مش الحتة بتاعتي الجميلة دي نرشطة سياسية مشهورة جداً كل الشغل اللي فات بتعسليم الأنصاري ده كما جودها هي طيب يا عم بالراحة علي يا فاهمت خلاص عظمة كبيرة يعني في الشوانات تعيدكم طب ومال ما تجدها الفيديو هي تتصرف جميلة سفرت رحت أمريكا من حوالي أسبوعين ومحدش عارف يوصلها أنا ريسود يعني ايه؟ كل الشغل بتاعنا كده راح في الكريتو فلالي راح فين؟ يعني مجهودني يعني راح فيل هنا يا يا رامي وفيش حاجة تامل راحة في حتة كل حاجة تمامة طب رفسين يعني هتعمل ايه؟ مش عارف بقى هشوف حد دول الفيديو وارفعه أنا مش عارف ما تتصرف قول لك يا تامر أنا عايز توملك طلب كده ما زعلش مني يا حنا صحاب يعني يا الهراب يد أنت أخوي يا بالدرويش أقوم ونحرج مني لا أنا مش ونحرج منك اللي بس أعايز أقولك إن الفترة الجاية احتمال قنوات أو جرايد تكلمك طب وإيه المشكلة يعني؟ يعني لو تخفى مخدرات شوية عشان حاسنا أعمل عليك مشكلة يعني؟ لا يا عم المخدرات انت فاهم غلط بص يا رامي أجي معاك على الدور أنا باشرب كده يعني نفسهين خفيف خفيف صراحة تعريف؟ مجاتلي فترة وكنت بفاوت فرد كنت متزمر دينياً جداً كنت إيه يا تامر؟ كنت متزمر والله العظيم جداً بس عمك بقى الحاجة لطفي أقفاش علي كنت متزمر دينياً؟ رابا الله طب تمام إنه بقى وصلني طب هتعمل إيه في الفيديو؟ لا أنا هتصرف فيه وصلني بس ماشي تفضل إحسان بيه؟ لسه فيه لأخبار إحسان طب لما جاء من بدر كده بفيه أخبار جديدة والله يا باشي أنا كان نفسه يجيب الليل بس أنا أخف تحت دي أخف بالودي ما عليش قولي بقى وصلت ليه بص يا باشي احنا هنقف هنا بيت زناتي أهو استنى عروس إيه ده؟ ده من وعاوز إيه؟ أنت نورا اختبريم السنة؟ أه طب تعالى ما عايز لك في كلمة إيه؟ ليه يا بيه؟ مباحث مباحث طيب أنا ما عارفش حاجة ولا رأي يلا معايا مغيرش هوشارة حضرت الزبط هياخد مني الكلمتين ياب اسمعني بس أنا ما عارفش حاجة يلا يا بيت عشان ما زعلكش يلا ياب إيه؟ والله ما عارف حاجة يلا بقولي والله هو عظيم ما عارف حاجة اركب اركب تاعة الوقت الوحيد اللي بيتها يبقى فاضي فيه زي دلوقتي قاة تقريبا يا باشا هو زناتي بينزل من بيتها ع الساعة تمانية ومروته بعديها بحوالي نص ساعة وبترجع على عشرة ونص كده طب كويس احنا هتحرك بكرة على تمانية ونص صبح إن شاء الله إزاي بس يا سلم بيه؟ كده خطر عليك أو أن انت تروح هناك كده في وسع النهار قاة والله عنده حقا باشا تكده الدنيا بتبلا باشا هناك ونص راح الشوكل هتتشاف كده وانت لو تسمعوني هتعرفوا إن ده أحسن وقت نتحرك فيه بس أنا أحتاجك معي أحسن تحت أمرك يا باشا نزل نزل فين يا باشا؟ نزل بس هقولك اوه احنا فين؟ نزل يا بات ما تخفيش طيب هو فين مش الظابر امشي معي عشان ما زعه على الكيش طيب أنا عايز أفهم بس امشي معي شو